أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي إن الحكومة اليمنية بدعم من الاشقاء والاصدقاء ماضية في جهودها للتغلب على ظروف الحرب المدمرة التي أشعلتها المليشة الحوثية العميلة للنظام الإيراني جاء ذلك في كلمة له أمام المنتدى الحضاري العالمي بنسخة الثانية عشر الذي انطلقت عماله بالعاصمة المصرية القاهرة وبمشاركة الآلاف من ممثلية الدول والحكومات الوطنية والإقليمية والمحلية هذا وأشار الرئيس لأن الحرب التي تسببت بها المليشة الحوثية في اليمن أدت إلى دمار هائل في قطاعة البنية التحتية والخدمات الأساسية وفي المقدمة الكهرباء والطرق وخطوط النقل والمواني والمطارات والجسور والمصانع والمنشآت التجارية كما تطرق رئيس مجلس القيادة إلى التحديات البنيوية والتمويلية المعقدة التي تواجه الحكومة اليمنية إزاء المتغيرات المناخية التي ضاعفت من أعباء التدخلات الطارئة وفي السياق ثمن الرئيس الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية وباقي دول التحالف دعم الشرعية جهودهم المقدرة عاليا في الحد من وطأة الحرب على الشعب اليمني ومنع انهيار شامل لمؤسساته الوطنية ترجمة نانسي قنقر